هلأ أنا اليوم بقى فكرتي إنه ممكن نعمل كوسترز نحطهم تحت كاسات الشاي بالشكل هاتف فأنا اخترت شكل النجمة يعني كونه هو أقرب إشي لشهر رمضان المبارك بس أبدي أضيف عليها إكتسوارات طبعاً وكيف ممكن نزين كاسة الشاي معها فأنا نشوف كيف الشكل النهائي المفروض يكون هلأ هنشوف كيف هتبين معنا الكاميرا مش عارف إذا وضع هذا دائما تيم رمضان الهلال والنجام والشرات الحلوة هاي هلأ بدي أحكي كيف عملناهم طبعاً هي كتير بسيطة هلأ احنا بنشوفهم هدولة ببيعوهم بالمحلات شف بأسعار كتير غالية مزبوعة شوق تعلم اه يعني بيستغلوا بفترة رمضان إنه هاي الشغلات بيعملوها بس بتكون مكلفة معانا كتير بسيطة معانا كتير بسيطة مش مكلفة هلأ الأشي اللي أنا استعملته فيها اللي هو الكرتون المقوى اللي هو الهارد بورد اللي هو سهل استعماله وسهل التعامل معه ممكن بأي أداة حادة إنه نحصل على أي شكل إحنا بدنا إياه جميل فأنا مثلاً رسمت نجمة على ورقة شكل هاد وبعدين على الهارد بورد نفسه رسمتها وباستخدام أي أداة حادة إحنا بنحب نستعملها مثلاً أنا استعملت المشرط هون علشان تعطيني الشكل هذا بالإتقان هاد علشان تعطينا النجمة وبرضه عملت منها أنا الهلال علشان هلأ أحكيكم تفاصيله يعني شفوا كيف بطلع لنا الشكل شكل الهلال من الهارد بورد هاي شغلات بسيطة بعد ما وصلت لهاي المرحلة من الرسم رشيته من لون الذهبي طبعاً ممكن نختار أي لون إحنا بنحبه شف حسب الطاول اللي عنا حسب الكاسات يعني أنا عشان الكاسات عندي عليهم ذهبي حبيت أنه يكون لونه ذهبي أوكي فهلأ نشوف أنا كيف بلشت فيهم أوكي جبت عبارة رمضان كريم اللي هي هاي دخلت فيها خيط خيش وبدي أربطه على الكاسة نلفه بطريقة عشوائية هاي عشوائية بجد نمضي هاي عشوائية مية بالمية علشان ما نستعمل السيليكون والتعطيق تكون مرتبة عنا بس هذا طبعاً الخيط خاص على هيفي ديوتي أو خيط عادي؟ هو خيط خيش آه خيط عادي هلأ الحلو في هاي الفكرة شف إنه حتى لو جالينا الكاسة ما هتخرب لأنه الخيش ما بيخرب مع الماي والشغل الثاني إنه برضو التحف اللي أنا حاطة اللي عليها رمضان كريم هي بلاستيك وبرضو كمان ما هتخرب مع الشغل هنشوف كيف تطلع عنا آخر إشي شوف شو بسيطة وشو حلوة كتير حلوة هلأ بدي أفرجيك كيف أنا زينت الكوسترز هلأ الكوسترز هو هيك هلأ علشان يعني فكرة كمان حلوة إنه إحنا ممكن نحط شرشوبة عليها فأنا بدي أستعمل الطاعة أعمل فيها عنا ثقب هون فهو كرتون جامد بس سهل التعامل معه قوي قوي بالضبط فحطيت بها شرشوبة من هون أخلتها وممكن نحط معها أي إكسسوار إحنا بدينا نحطه يعني مثلا أنا هلأ بدي أحط خرز ملون ممكن هلال صغير ممكن أي عبارة أي يعني أي شغلة أنت بحسها مناسبة للثيم اللي عندك بتزبط فهلأ أنا جايب معي خرز بدي أحطه فيها هلأ بنفس الطريقة أنا عاملة هون لسخان الشاي هون هون مفروض إنه نحط تحته إشي عشانه بيكون حامي فبنفس الطريقة وعملت برضه هون للكاسات إنه ممكن إذا ما بنا نعمل كوسترز لكل كاسة يكون عنا زي مضيفة نحط عليها كاسات الشاي هلأ بس مندخلها بالخيط اللي على الشرشوبة ومنضغطه للآخر بتصير عنا بالشكل هاد جاهزة حلوة تمام وبسيطة وسهلة أتوقع مش مكلفة كمان مش مكلفة أبدا يعني لو حل هارد بورد هاد ما بتعدد دينار ونص وحجمه كتير كبير حلو يعني ممكن باللوحة الواحد تعمل حوالي خمسين نجمة حجمه كتير كبير ونوعيته بمباعه في المكتبات أو في أماكن واحد لا متوفر بكل المكتبات حلو والرش أي لون رش أنت بتحب تحطه عليه بصير تستعمله هلأ مثلا أنا هون مش مستعمل رش استعملت اللي هو اللباد فيما لو إنه مثلا ما بدنا نرشها ممكن نحط اللباد عليها بنفس الطريقة وأنا حطة على دايرها كلفة خيش كمان والشرشوبة بنفس الطريقة أنا منزلتها فأنا هاي عملتها بسخان الشاعي نحطها هيك عليها جنبها وهون نفس الإشي أنا عاملتها للكاسات إذا ما بدنا نعمل كوسترز لكل كاسة ممكن نعمل واحدة كبيرة ونحط عليها كل الكاسات والله يا فرح بدي كاسة الشاي الشاي بدي كاسة الشاي أه وأنا كنت بدي أحط فيه شاي بعدين حكيت إنه لأني مش معقول نشحيهم على الشاي بحضة 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 بحضة